اشتركوا في القناة معروف أو تعريف الاحتسابية كيفية التعامل مع الدوال كيفية التعامل مع اللغة كيفية تشبيه اللغة الإنجليزية بمادة الاحتسابية الآن نبدو إياكم وإيا مواضيع طبعا كل ما رح نتقدم بمادة الاحتسابية رح تنحب المادة وتنفهم أكثر وينعروف شنو اللي مطلوب من عندنا على العموم هذه الواجهة أعتقد أخرناها بلاك الدرس وكملناها ما بيها أي مشكلة أنه ردنا دالة أو ردنا لانجوج اللي تحتوي على أي سترينجز أو أي كلمات محددة طبعا محددة خليني استخدم القلم مجددا حتى لا يكون عدكم أي إشكال أنه تحتوي على كلمات محددة ومثل ما قلت لكم أنا بالامتحان إن شاء الله رح أوضح لكم أبدا لا تشيلون هم اللغة الإنجليزية لأنه بمرور الوقت رح تتعلم على المطلب رح تتعلم شي يريد من عندك بدون أن ترجع إلى ترجمة جميع الكلمات اللي موجودة بالسطر فهنانا يريد من عندك كلمات محددة بحيث طول مالتها أكبر من واحد أوكي وما تبدي بالصفر مثل ما قلنا بما أنه أكبر من واحد ما تبدي بالصفر نقدر أنه ناخذ الواحد الثنين الثلاثة الأربعة وهكذا هاي إذا كانت تحتو على عناصر أو الأقام زيان عدنا ال-L1 هنانا ال-L1 اللي دعنا نفرضها هنا طبعا مثل ما قلنا الصفر ما رح نخليه داخل القروب لذلك في بعض الأحيان أكتبه وفي بعض الأحيان ما نكتبه لكن هسا رح نطيكم بعض الأمثلة اللي نوضح لكم بيها شوكت ينكتب هذا الصفر وشوكت ما ينكتب نجي على دالة أخرى الدالة الثانية اللي اسمها ال-reverse يعني المعكوس من اسمها جدا واضحة يعني أبدا لا تخطع بيها ولا تفكر المعكوس يعني أنا مثلا راح أمطيك رقم خلينا أشاركم شوية برقم أفضل بهايلايتر أوكي بالبين مو مشكلة مثلا أنا عندي مجموعة من الحروف ثلاثة حروف سواء كانت X, A, B, C فمن أجي أريد أعكسها هاي دي ثلاث حروف اعتيادة راح تكون نفسها راح أجي بالأول الأخير بالبداية والأول بالأخير والوسط يقى مثل ما هو باعتبار ثلاث عناصر وكذلك للبقية إذا يجاني رقم شلون ما راح أقول للمية وخمسة واربعين المعكوس ما لاتهش قد يكمل للألف أو هش قد يكمل للميتين لا المعكوس مجرد قلب المرتبة الأخيرة بالمرتبة الأولى والأولى بالأخيرة والوسط أيضا فتصير للمية وخمسة واربعين خمسمية وواحد واربعين ولو نجي مثلا للمية واربعين إيش راح تصير صفر أربعة وواحد بما أنه اللاحظ أنه قبل قليل قلنا قلنا نريد مجموعة ما تبدي بالصفر ففي بعض الأحيان مثلا تخليها ببالك أنه أطلب من عندك هل المعكوس ما للكلمة الحالية موجود ضمن اللغة اللي استنتجناها أو ضمن اللغة اللي كوناها رياضيا فأنت تجعل كلمة مثلا هاي الكلمة موجودة أصلا بالأيل 1 بالأيل 2 بالأيل 3 لا تهتمي بها مجموعة حسب السؤال فتعكسها تشوف في المعكوس مثلا هنا ثلاثة إيكسات منعكستها وقد نفسها إذن الريفيرس مالتها والعنصر نفسه هو أيضا موجود لأنه راح نأخذ دالة راح تربط لنا بين العنصر وبين المعكوس اللاحظ هنا 1.4.5 إنقلبة صارت 5.4.1 محتمل موجودة داخل الدالة محتمل لا أما هذا فأخذت مثال ليش أبقيت لكم علي لأن قبل قليل مثلا أخذنا مجموعة اسمها إلثري قلنا عبارة عن أكثر من مرتبة طبعا هذا أكثر من مرتبة هذا أكثر من مرتبة وما ريد هتبدي بالصفر فأنا عندي 140 أو عندي مثلا 130 فمن إيجاد قلبة 130 صار صفر ثلاثة واحد عندي الشروط ضمن المجموعة اللي هي ش تقول لي تقول لي ما ريد هتبدي بالصفر بما أنه ما تبدي بالصفر إذن هذا العنصر غير محتوى في الإلثري لذلك تخلي ببالك أنه محتمل يجيك سؤال هل معكوس هاي الكلمة موجود ضمن هاي اللغة جدا برسيط مثل ما قلت لكم كل ما رح نتقدم باللغة كل ما رح يصير سهل عليكم رح نتقدم شوية ناخد دوال أشمل اللي هي تشمل قوانين داخلية شلون؟ أكو عدنا دالة أو لغة نطلق عليها باليندروم حتى نختصرها من نوغات ما نقول عليها باليندروم حنسميها بالي خلي نجي نشر عليها هذا البين رح نسميها فقط اسم بالي حتى لا تنساها أنا راح أجيب الاسم بالكامل أنت بالنسبة إلك تحفظ بس البداية بالي لأن ما عندنا وحدة راح تشابه وياها لنفرض أنه لدينا مجموعة هذه المجموعة أو اللغة تحتوى على عنصر أي وعنصر بي يعني مثال جدا بسيط ومن المحتمل أنه تجي هيتش يا سئلة فتخلي بالك اللي أخذناه بالبداية تعليمي شون راح تحل من الآن فصاعدا راح نبدأ نتكلم عن لغات شاملة تشمل القواعد اللي أخذناها حتى أجد الناتج ومثل ما قلت لكم اللي ما مفتهم أي حاجة يقدر يكتب لي بالدردشة يقدر أعيد الاسلايد بعد انتهاء الدرس رجان إذن بما أنه اللغة تحتوي على أي وبي يطلب من عندي إيجاد الباليندروم أو مثل ما اتفقنا إيجاد البالي هنا شي يقول لي يقول لي إذا طلب من عندك هذه الدالة هذه الدالة أو هذه اللغة تحتوي على الصفر هذا أول عنصر وتحتوي على جميع عناصر الأكس أو الكلمات اللي راح تكونها من هالعناصر أو الفاكترز بحيث معكوس هذه العناصر يطلع نفس العنصر مثلا راح تقول لي دكتور هاي شلون حل هايش مو صعبة أبدا مو صعبة ولكن تخلي ببالك أنه تبدي بالصغير ثم الكبير شلون أول شي نريد نطلع البالندروم خلي نمسح كل هذا اللي موجود فوق حتى لا يصير عندنا أي تشابك بيناتهم حتى يصير جدا سهل بالنسبة لكم بما أنه البالندروم هاي نرجع على القلم بما أنه البالندروم هي الصفر فإذا أول عنصر قلت البالندروم تساوي أول عنصر الصفر بغض النظر عن عناصر المجموعة زي ثاني شي الريد العناصر اللي معكوسها نفسها نجي ناخذ أول شي من نتحل تاخذ مرتبة مرتبة مثلا ناخذ الأي الأي إذا عكسته هو عنصر شون ما عكسه هو أي إذن دائما عناصر المجموعة دائما موجودة بالبالندروم هذا محتمل يجيك سؤال يقول لك هل عناصر اللغة الرئيسية أقصد عناصر اللغة الرئيسية الأي والبي أو أي عناصر موجودة ضمن الأبسلون هل هي دائما موجودة في البالندروم طبعا هنا إيش راح تقول لي راح تقول لي إي نعم لأن الدكتور قال لا آني إيش قلت لك قلت لك من نسبة لهذه فأنت إيش سوي مثلا جبت لك مجموعة بيها A وبيها A B زياد هنا أنا الAB إذا نزلتها ضمن المجموعة الAB العكس ما لنته شنو جيد اللي هو BA الBA نفس العنصر موجود ضمن العناصر لا إذن ما أجاوب رأسان إيش أسوي أطبق القاعدة اللي موجودة عندي يعني أنا هسا تكلمت عن لغة موجودة حاليا بالشاشة بعدين بعد هذا أجي أنفذ أو أنطي القرار المهم نيجي بما أنه لأي نفس الكلمة قلبناها طلعت أي إذن نزلت العنصر البي نفس الحرف أيضا أقدر أكون منا كلمة أو أقدر أقلب ثاني شي نبدي طبعا دائما فيها كذا حلول من الآن فصاعد رح نأخذ عدة دوارة رياضية نبدي دائما بالمرتبة الأصغر فالأعلى هذا محتمل يجيك سؤال ليش ما بي أي سبب مجرد لتسهيل الحل بما أنه إحنا ندرس احتسابية إذا لازم نعرف نحدد خطواتنا وشون نحل ما أري الطالب يبديلي بثلاث مراتب أو أربعة أو خمسة إلا إذا كان المطلوب منك هذا الشي رح أقول لي شون المطلوب هذا الشي دكتور رح أقول لك ما ريد المرتبة ما ريد المرتبتين أنضيني أربع عناصر من ضمن عناصر نتاوي نفس العنصر فما رح تكتب لي إياه نكون رح تكتب لي حسب التحديد لكن من ما أحدد لك نكتب العناصر حسب المراتب أصعد زيادة فزيادة العموم نجي نأخذ العنصر الثاني لو دمجت أي مع نفسها خليت أي أي هذا من عكس يرجع أي أي إذن حقق لهذا الشرط أنه معكوس العنصر هو نفس العنصر لذلك أقدر أخلي هذا العنصر هنا نجي على البي رح تقول لي دكتور ليش طفرنا على البي ليش ما ندمج العي والبي جيد جدا ندمج العي والبي لأن في بعض الأحيان عندي عنصر ثاني أقدر أعكسه العي والبي من آقل بي يطلع لبي أي موجود ضمن نفس العنصر ما للإكس لا طبعا إذن نلغي نجي على ثاني عنصر البي نأخذها ويا نفسها أخذنا ويا نفسها بعدين ندمجها ويا نفسها أقصد نأخذها ويا نفسها إنه نزل مثل ما هو وأول مرة بعدين ندم جوية نفسه لأنه قابل للعكس خلصنا المرتبتين وننتقل أنتقل للمراتب الثلاثة أباوى على الآي ثلاث أيات قابلة للعكس ينطيني نفس العنصر إذا عكسه لو نلاحظ الآي بي اي إذا عكسها إيش ننطيني اي بي اي بي وهكذا إذن جدا بسيطة هذه الدالة أنا أنطيك سؤال أنطيك بي دالة الدالة بيها مجموعة عناصر أقول لك what is the palindrome of this function of this language ال palindrome أو ال pali أنت بالنسبة لك حتى تحفظ راضو الحير بالاسم فأنت تجي تسوي لي كلمات من هذه المجموعة أو من هاي اللغة هاي الكلمات من أعكسها ترجع نفسها ملخص هذه الدالة دالة جدا بسيطة وراح حطيكم أمثلة وواجبات إن شاء الله عند انتهاء الدرس بالنسبة الأمثلة الثانية أو الدوال الثانية اللي راح نتعاملوا إياها عندنا دالة اسمها closure أوكي دالة أدري اللي اسم مش فيها صعب راح يكون عليكم بس الاسم حتى يكون واضح باللغة الإنجليزية الأخوات من نظم اللغة الإنجليزية وأخواتنا مدرسين اللغة الإنجليزية لازم نعرف الاسم مالته closure اللي هو التامة والشامل الـ closure معناتها هاي العلامة اللغة وياها علامة الـ star اللغة ويا الـ star اسمها closure هسا نيجي نشرحها على كيفنا الـ star واحدها ينسبوها للعالم clean مو clean التنظيف باللغة الإنجليزية لا clean لأن أغلب العلماء أو أغلب بعض الأسماء تكون مقاربة لبعض الكلمات في اللغة الإنجليزية المهم نسبو هذه الـ star أو النجمة للعالم clean فيصحولها نجمة clean اللي هي نجمة اللي خاصة بعالم المنطق اللي هو اسمه clean نيجي نمسى حدا حتى نكون على بيّنج نسويهنان زيان شنو الـ closure إذا نطاني الـ closure شنو اللي يريد من عندي شنو الحلمة لـ closure مني يقول لي أو حتى تفتهمها نقول بس clue يعني بس حتى ناخذها مثل البالي ناخذ فقط الـ clue وإذا جتنا كلمة متشابه راح نزيد الحروف الموجودة على العموم لنفرض أنه عندي لغة مكونة من عنصر واحد ألا وهو الـ x أعتقد هذا المثال واضح يعني من ينطيني مثال راح ينطيني عدة عناصر لو تلاحظون العناصر أو السؤال دائما أحددلكم بيها اللغة وحددلكم بيها الحروف حتى نكون من هاي الحروف كلمات زي إذا قل لك what is the closure of this language أو الـ clue شو راح تقول لي راح تقول لي جميع العناصر ما للغة مرتبطة مع بعضها من الصفر فما فوق شلون نجي نتعلم بما أنه عندي عنصر واحد هنا إذن أول شي دائما ننزل الصفر بالـ poly وبالـ closure ننزل الصفر هذا ما ننسى نجي الـ X واحدة ينزل الـ X ربطة مع عناصر أخرى ماكو أوكي بس ربطة مع نفسه مثلا XX ثلاثة إكسات أربع إكسات وهكذا إذن هذا المثال جدا بسيط نجي شوي ناخد مثالة صعبة مثلاً الصفر والواحد إذا أريد الـ closure أو الـ clue دائماً أنزل الصفر راح تقول لي زين دكتور هذا مو الصفر لا هذا الصفر كأنما مجموعة خالية وهذا الصفر وأحد عناصر المجموعة اللي نتعنيها فلو فرضنا أنه الأبسلون الأبسلون اللي موجودة هنا هي صفر وواحد هاي الأبسلون صفر وواحد وقال لي أريد الـ clue شنسوي؟ أول شي ناخد أول عنصر اللي هو الصفر نزل مثل ما هو نجي ناخد ثاني عنصر المنزل مثل ما هو نجي على الصفر الصفر نضيف نفسه عليه رح يصير صفر صفر الصفر نضيفه بصف الواحد رح يصير صفر واحد خلصنا ويا الصفر مرتبتين نلاحظ أنه بدينا بالمرتبة بعدين بالمرتبتين ننتقل لثاني عنصر اللي هو الواحد الواحد أربطه مع الصفر واحد صفر الواحد أربطه مع نفسه واحد واحد إذا خلصنا ربط جميع العناصر لمرتبتين ولمرتبة راح تقولي دكتور نتوقف لا راح نستمر إلى حد أنه ينطيني شرط أتوقف بي أو أنه أنطي مجموعة نقاط أنه إلى ما لا نهاية هنا أنا راح يجي الطالب يسأل يقول إلى متى أتوقف طبعا هذا حسب السؤال إذا ما حددت لك راح تحدد لي من سبعة إلى تسع عناصر وليفضل تسع عناصر أفضل حتى تثبت للأستاذ أو المدرس المادة أو لأي كائن ما يكون أنه أنت مفتهم اللي دي يصير لأنه أنت إذا كتبت عنصرين أو أربعة هاي معناته أنت مجرد جايب أول 2 ديجيت يعني عنصرين رابطهم مع بعض أو أول 1 ديجيت بينما إذا تعمقت لثلاثة ديجيت راح تبرز لي بأنه أنت مفتهم هذا الموضوع نجي نكمل الصفر بالثلاث ديجيتات قدم جوية نفسها ثلاث مرات صفر 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 زيان ثالث مرتبة أغيرها واحد ثاني مرتبة أغيرها واحد رح يصير عندي صفر واحد صفر هذه المرتبة أغيرها أسويها واحد صفر صفر أغير مثلا أخلي هذا صفر هذا واحد هذا واحد أخلص كل الاحتمالات وراها أنتقل على الواحد أقول واحد صفر صفر واحد صفر واحد وهكذا مثل ما قلت لكم الأمثلة جدا بسيطة فقط إراد لك تركز على كيفية الحل نجي ناخذ مثال آخر فرضنا اللغة اللي موجودة عندنا هنانا خلي نغير اللون حتى لا يكون عندكم ملل نعرف أنه هاي المحاضرات تكون بعض الأحيان مملة ولكن إن شاء الله رح تشوفون مادة الاحتسابية مادة محمبة جدا للطالب وقابلة للفهم وصراحة ما تحتاج أي مصدر خارجي يعتمد على محاضراتي وركزوا على الملاحظات اللي ينطيها خلال الدرس لأنه في بعض الأحيان أقول ملاحظة أرجع لها آني نفسي حتى أعرف شنو نطيتكم إياه حتى لا أجيب لكم شي خارجي نجي ناخذ هذا المثال لدينا لغة مكونة من ثلاثة حروف A, B, C أريد أكون من عندها الكلوزر أو الكلو مثل ما قلنا الكلو أفضل إذن أول شيء أنزل الصفر ثاني شيء أنزل الأي لأنه أي الربطوية نفسه والB والC هذه واضحة جدا ثانيا أجي على الأي بعد ما كملت أول ديجت طبعا A, B, C بعد ما كملت أول ديجت ما عليكم بهذه الأي A, B, C واحدها كافية أعتقد عندي خطأ ما طبعي هسا صححة نجي على ثاني ديجت الأي مع الأي الأي مع الأي الأي مع البي الأي مع السي خلصت توجي نجي من نسبة المن للأي نجي على البي البي مع نفسها B, B البي مع الأي والبي مع السي الفرق بينها وبين البالي شنو لو نلاحظ طبعا رح نستمر إلى أن نكمل حتى ثلاث مراتب أربعة وهكذا الفرق بينها وبين البالي شنو راح أجي أباوع على العناصر لو ألاحظ هذا العنصر إذا أقلب هذا العنصر يرجع نفسه طبعا لا إذن هذا العنصر ما موجود بالبالي الـ A, C إذا أقلبه موجود راح أباوع عليه موجود C, A موجود C, A هنا لكن ما يرجع لنفس العنصر وهذا فرق أنا قلت معكوس العنصر يرجع نفسه مو ضمن المجموعة الموجودة أوكي حتى نكون على بينا فالسؤال جدا سهل ومثل ما قلت لكم نبدي من المرتبة الصفرية الأحادية مرتبة الثنائية ثم الثلاثية ثم الرباعية وأعتقد جدا واضح هذه الدالة يعني البالي والكلو أوكي لنأخذ مثال آخر هذا المثال الآخر طبعا مثله جدا سهلا وتوضيحية المثال اللي راح نأخذه مثلا لنفرض أنه عندي دالة S هي A, A و B وأريد نكون من عندها دالة أو نكون من عندها اللغة اللي هي الكلو الكلو يحتوى على الصفر بالإضافة إلى جميع العناصر المتكونة من A, A و B مجرد تعريفي يعني نطعني إياها بشكل تعريفي أنا ما أطلب من عندك التعريفي أريد الرموز فنجأ أول عنصر هو الصفر ثاني عنصر ال A, A ثالث عنصر اللي هو ال B, B زيان راح تقول لي هذا ال B ونودينا طبعا المفروض نبدي بال B وهذه التوى الملاحظة قلت لكم عليها نبدي بال B ليش لأنه قلنا نبدي بال One Digit أوكي واضحا بعدين بال Two فأبا هو إذا هذا قبله أقدر أنزلهم أثنينهم بالبداية الصفر وال B نجي لل A, A زيانا ال B إذا أخليه ويا ال B ميصد بي بي Two Digit إذا أخليه ويا ال A, A أنا مجرد أقصد تسلسل لا تدوغ يعني من أجي أريد أن عندك الكلو راح تقول لي ال A, A ال B ال B أربطها ويا نفسها بي بي يعني راح أكتب هنا هنا هذا A A هذا B ال B نربطها ويا نفسها بي بي بس ود على صفحة بالورقة كتبتهم كلهم ال A, A, W, L, B على صفحة كتبت A, A, B وتقوم ترتب لي هذني بعدين تيجي هذا مو مرتبة وحدة أخليه بالبداية هذني مو مرتبتين أخليهم بالبداية هذا ثلاث مراتب أخلي بعدين براهذني وهكذا يعني الشيء مو صعوب يجب أن تفتهم بأنه أنا من أرتب الحل أفضل من أنه لأنه بالتصحيح أولا حيكون سهل ثانيا إلك سهل بتكوين اللغة حتى لا تنسى كلمة لأنه إذا عبرت كلمة محتملة أنا جايب لك سؤال هل هذه الكلمة موجودة ضمن هاي اللغة راح تقول لي لا بينما أنت كاتبها على صفحة بمسودة أو بأي مكان لكن ما نقلتها صح ما كتبتها صحيح ضمن القروب اللي فهمتك عليها أوكي أعتقد اللي هنا أنا هذه جدا واضحة مثلا أخذنا سؤال اللاخ اللي هو أي و أي بي وردنا نكون من عنده الكلو طبعا أنا كثرت الأمثلة لكم حتى تكون هذه المادة سهلة لكم ولا تكون صعبة من تقراها لأن كثرة الأمثلة حتسهل عندك الحلول عندي عنصرين الأي و الأي بي فأول عنصر هو الأي طبعا هذا طبيعي الأي بي قبل لا أروح لأي مو تندمج وينفسها أي أي الأي بي تنزل إذن الأي آخذ ثلاث مرات مرتلق الأي ويا الأي بي هذا ثلاث مرات الأي أربع مرات إذن ده أدمج العناصر كلها مع بعضها يعني ما عدنا أي مشكلة به هزين يجي شخص أو يجي مبرمج أو يجي إنسان آخر شي يقول لي يقول لي دكتورة أنا أقدر أكتبها بصيغة عشمل أقول له شلون التعريف الرئيسي أنه الصفر مع جميع الكلمات طبعا بلاس زائد يعني الصفر مع العناصر اللي راح نكونها يقول لي الصفر مع جميع الكلمات المتكونة من الأي ومن الأي بي راح أقول له هذا نفسه تعريف الكلو الثاني شرح يقول لي راح يقول لي الصفر مع جميع العناصر اللي بيها أي و بيها بي طبعا بيها أي و بيها بي ما زياد تلفت شي شرح يقول لي لا راح يقول لي اللي تبدي بالبي و اللي تحتوي على أي و دبل بي زين هاي شنو تحتوي على البي إن جي نفسرها أكثر هنا يقول لي جميع العناصر المكونة من A-U-B يعني لأنه هذا العنصر B-A وهذا العنصر B-A-U-B إذن يقول لي جميع العناصر اللي راح تطلع بالحل هي بيها A-U-B هذه مفهوما except ما عدا منه اللي تبدي بالB هذه يقول لي ما مش مولة ترى دكتور هسني جن دققها ولي on those اللي تحتوي على A-U-B زيان خلي نجي نفسرها اللي تبدي بالB ما مش مولة طبعا ما مش مولة لأنه آن ال-A-B راح أرد طوية ال-A فرح يصير A-B-A مستحيل راح أعكسه ما عندي حرف يبدي بالB لذلك هذا الكلام صحيح أي كلمة تبدي بالB هي خاطئة يعني مثلا لو جبت لك مثال قلت لك هل ال-B-B عنصر من عناصر الكلو ما للمجموعة التالية أنت راح تباوع حتقول لي هذا ال-B-B يبدي بالB هو هنا أنا ما عندي عنصر يبدي بالB إذن مباشرة تقول لي هذي خاطئة ما تنتظر يعني رائسا راح تفتهم طبعا هاي خلال الممارسة والحلول راح تفتهم راح تفتهم اللي دا نحكي زيان نجي على ثاني عنصر أو ثاني شرط اللي خلاه أو اللي كتبه المبرمج الذكي اللي يعتبر أفكى من الفوق لأن بسط لي أو فسر لي أكثر نجي يقول لي أن those that contain A دبل B يعني A مع دبل B راح أقول لي أيضا صحيح ليش؟ لأن ال-AB من تن ربط إذا ربطت هوية نفسها راح تصير A-B-A-B مثل هاي الحالة أو من أربطها مع ال-A راح تصير A-B-A وين هال-A-B-A A-B-A أو A-B أعتقد موجودة هنانا المفروض موجودة A-B-A أي A-B هنا طبعا لازم نكتبها لل-A-B-A مو مشكلة أعتقد هنا أي برورية ال-A-B-A أو A-A-B المهم أربعة A فنلاحظ أنه دائما ما عندي دبل B إذن الملاحظة أنه الكلمات اللي تحتوي على دبل B هي مستحيلة أوكي هذه جدا واضحا أكو عندنا مصطلح آخر هسامتكم يا بس مجرد هنا نرجو إضافة ال-A-B-A أعتقد راح أعندلها لأنه المفروض أضيفها أوكي ما بيهفض مشكلة زيان نجي ننتقل إلى مصطلحات أخرى أو لغة أخرى هنانا راح نفتهم بأنه أنا راح أظل أكون كلمات من مجموعة حروف قبل قليل خلينا نرجع لها الصفحة أخذنا العنصر A وعنصر AB مو صحيح زيان عنصر A وعنصر AB ردنا نكون الكلو من عدها الكلو اللي يكونناه من عدها واحد من العناصر هذا راح تقول دكتور هذا واحد من عناصر الكلو راح أقول لك صحيح هذا عفوا هذا واحد من عناصر الكلو ليش لأن أنا من كتبة AB AB جزعت بين أقواص شكتبت كتبت AB هذا أحد عناصر الاس الاي أحد عناصر الاس الاي ب أحد عناصر الاس إذن من أنطيك مجموعة عناصر وأقول لك اثبت بأنه هذه تابعة للكلو إذا العنصر مثلا AB شو راح تقول لي راح تقول لي هذا بين قوسيا عبارة عن عنصر وهذا عبارة عن عنصر أما إذا أكثر فتحدد كل العناصر الموجودة زين خليجي نفتهم أكو عبارتين جدا مهمة ومحتمل تجيكم بالامتحان هل هذا العنصر اللي داع دقيقة يونيك يعني فريد أم نوت يونيك اللي هو ليس فريدا شنو الفرق ميناتهم لنفرض راح ناخد مثال حتى نبسطها أكثر لنفرض أنه المجموعة اس بها حرفين اكس اكس واكس اكس اكس أقصد حرفين يعني محتواها عنصرين أوردنا منعتكم تكونون الكلو ما للأس ستار شو راح تقول راح تقول اوكي الـ اكس 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 تنزل الـ 3 اكس تنزل راح أدمج الـ اكس اكس وإلى 3 اكس راح أصير 5 اكس الـ اكس اكس راح أدمجها وينفسها تصير 4 اكس الـ 3 اكس أدمجها وينفسها راح أصير 6 اكس جدا واضح وجدا طبيعي زيان سألتك سؤال قلتلك هل هذا ضمن المجموعة اللي موجودة هنا انت حتى تثبت لي أنه مفتهم وحتى يكون الحل صحيح وحتى تاخد درجة يجب أن تفصلها بالتفصيل شلون لو نجي نحسب الـ اكس اللي موجودة هنا هنا عبارة عن 7 اكس زيان أحد الطلب يقول لي أنه هو عبارة عن 2 اكس جبتها مننا 2 اكس وربطتها بـ 2 اكس اللخ وربطتها بـ 3 اكس اللخ راح تقول لي صح لو غلط راح أقول لي صح لأن هذا اني عنصر جابه ويا نفس العنصر دمجه ويا عنصر ثالث غير طالب اشغال قال لا دكتوران اللي كتبته كتبت 2 اكس هنا دمجتها ويا 3 اكس ورجعت دمجتها ويا 2 اكس راح أقول لك مو مشكلة انت ايضا صحيح راح يجينا طالب آخر يقول دكتوران جي من دمجتها 3 اكس ويا الاكس ويا الاكس طلع للناتج اللي هو اكس القوة 7 زيان بها الحالة منو منعدهم صح يعتبر التدريسي المنح يمضي صح هل يا ترى اريد كل هاي الحلول طبعا لا اولا كل الحلول صحيحة اما طبعا لا المن فما اريد كل الحلول اريد تحديد حل واحد اذا حددت لي اكثر من حل هذا طبعا خير من الطالب او انه الطالب يريد يثبت بانه آني جدا مركز بالمادة او محتمل التدريس يطلب من عندك يقول لك اثبت لي انه هاي جاية اكثر من حالة زيان دكتور انت جبت لنا مصطلحين اللي هو اليونيك والنوت يونيك شنو الفرق اهدانا من نطقتك كلمة مكونا من سبع حروف قدرت اتمثلها بشم حالة واحد اثنين ثلاثة هذه نوت يونيك ليست فريدة ليش مادام قدرت اكونها من مجموعة حروف من عدة انواع من الدمج رح ناخد امثلة بعد وتفتهم اكثر لذلك نطلق لها شنو نطلق عليها نوت يونيك بينما اذا ما قدرت اجيبها بس من عنصرين فاطلق عليها شنو يونيك نرجع مثلا لو فرضنا اكس والستة يعني مكما عندي سبعة اكس عندي ستة اكس فالاكس والستة جاية من اكسين باكسين باكسين احاقول لك صحيح اكو طالب اخر يقول لي جاية من اكس والستلاثة باكس والستلاثة يعني شنو قصد الستلاثة ثلاثة اكسات دمجت هوية ثلاثة اكسات ايضا رح اقول لك صحيح بما انه جدت من احتماليا فاكثر فاذا هي يونيك لو نط يونيك طبعا نط يونيك لانه ما قدرت اجيبها من عنصر واحد او من شكل واحد وانما عدة اشكال فهذا لازم نفتهمه اوكي اهدانا نريد نفتهم ان نفهمكم شاعلن لنفرض طبعا بغض النظر عن اليونيك ونط يونيك لنفرض انه عندي دالة مكونة من هذا شوية تركي السؤال خدا لازم تنتبه داخل هذي الاقواس هي العناصر يعني اهدانا رح تقول لي زين هاي القوسين شنو رح اقول لك هذاني ايضا عبارة عن عناصر موجودة ضمن اللغة يعني اذا استخدمتهم ترى لهم تأثير في جميع الدوال مثلا قلت لك عناصر هاي اللغة هي اكس والقوس هذا والقوس هذا وسمد القوس طبعا معناتها تحتو على ثلاث عناصر فمن اريد من عندك بالعادة بغض النظر عن الاقواس اذا اريدت من عندك الطول مالي اكس 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 خمسة اكس هي مجموعة الديجت اللي موجودة عندي فهي خمسة بينما اذا ردت من عندك هذا الطول او هذا الديمث مالي اكس اكس ثلاثة اكس راح تقول لدكتور هذا هم خمسة راح اقول لك لا انتبه هذا تابع لهاي الدالة اما هذا فتابع الدالة تحتوي فقط على اكس طبعا هذا نثال يجوز يجيكم فهنا من يجي نحسب ما نحسب بس الديكس احنا أنا عندي خمس اكس وعندي اربع اقواس اذا اربعة زائد خمسة يطلع لي تسعة فلازم انتبه هل الاقواس موجودة داخل الست داخل الگروب اذا ما موجودة منها اقول لك طلع لي هذا اللين فرح تقول لي اللين في خمسة بالرغم من انه اكو اقواس ليش لانه الاقواس ما مشمولة بالعناصر الفوق لكن اذا قلت لك طلع لي اللين هذا ورجعت لي فوق ولقيت انه القوس موجود ضمن هذا فتزيد هن مع اللين هذا اعتقد جدا مفهوم زين يجينا احد الاشخاص ما عليكم هذا الحش رح نسهل يجينا احد الاشخاص يقول لي دكتور انا يريد اتأكد مثلا من 373 زين اش راح تقول لي انت ما راح افضل الدق 2x 3x ما راح اروح اكتب كل الكلمات اللي موجودة عندي يعني ما راح اكتب مثل هذه الاقواس بالنسبة للكلمات الصعبة لا اقدر اقول انه الاشخاص للقوة 370 يعني اكس خلني نسهلها بالبين افضل اذا قلنا لx للقوة 370 هذا عبارة عن اعداد زوجية جاية منين جاية من 2x يعني من حاصل دمج 2x مع بعضها تقريبا 150 185 اعتقد 165 مرة 185 مرة المهم لانه عدد زوجي وعنده عدد زوجي فلغيته والx 3 اخذت عنصر واحد 3 مرات ما اشتوي اياهن شوف السهولة اللي بالحل لذلك الاحتسابية مادة جدا مهمة انه تقدر توصلك الى مرحلة تستنتج الحل صحيح ام لا شن القدرة اللي وصلت لها بالحل شن القدرة اللي ما تقدر توصل لها ايجاني طالب اخر قال لي زين دكتور 372 راح اقول لك اخذ اكس 3 مثلا مرة ايج قد يبقى من ذني 369 اخذ اكس 3 مرة لخ اخذ اكس 3 خلي نفرض 12 مرة ايج قد راح يبقى راح يبقى عندي اكس للقوة 360 راح اقول لن 360 جاية من 2 اكس 360 يعني على 2 اكس ما اخذ هل انه زوجي واخذت 4 مرات اكس وست 3 جدا واضحة يعني 360 جاية من اكس 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 كم مرة جاية من 150 ب 30 180 مرة وجاية من 4 مرات اكس وست 3 اذا قدرت اثبت ارقام كبيرة باستخدام الارقام الصغيرة وهذا ايضا جدا واضح وقلت لكم الاحتسابية كل ما راح تحل كل ما راح تصير اسهل فالسؤال اللي ينطيك والملاحظة لازم تتأكد من عنده لازم تروح تحل على صفحة تتأكد من طريقة حلك تتعلم شون تحل هذه المعلومات انه تبدي بالأصغر فالأكبر ايش قللي الدكتور ايش قللي ايس 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 نستمر هنا انا مجرد ملاحظة انه اذا عندنا المجموعة خالية اذا المجموعة خالية لا تحتوي على عنصر وهنا مو صفر مجموعة خالية كأنما مجموعة غير موجودة لازم تفتهم انه المجموعة الخالية انه هاي ما عندي مجموعة والمجموعة صفر يعني بيها عنصر هو صفر هاي المجموعة من اجي اسويها لكلو هو العنصر اصلا هي مجموعة خالية فما رح يصير عندي سوى صفر فاذا هي عبارة عن مجموعة صفرية لكلو او اللغة صفرية وراها اذا المجموعة هي بيها صفر وانا ابدأ جمع مع نفسها هي فقط الصفر اذا بحالة المجموعة خالية او المجموعة تحت وعلى صفر فالناتج ما لكلو هو دائما صفر باوع العكس اذا قلت لك الكلو ما المجموعة ايس او ابسلون يعني هذا هو صفر شدو العناصر مالته رح تقول الدكتور قال لي هاي الملاحظتين اذا هي اما فارغة مجموعة فارغة او هي عبارة عن مجموعة تحت وعلى عنصر صفر طبعا هي مو نفس الشي لان اكو مجموعة بيها عنصر واكو مجموعة ما بيها عنصر فلازم افتهم هذا الشي رح يحدد دوال اخرى مصطلحات اخرى رح مالتها صفر واي مجموعة عناصرها صفر الكلو مالتها ايضا صفر هسا رح ناخذ الـ plus هنالا الـ plus اللي عندنا طبعا هي لكن مثل ما قلنا احنا منا وغاد نحفظ بس الـ يعني هسا عندنا الـ بعد عندنا هسا الكون رح ناخذها وعدنا مثل ما قلنا الكلو الكون شنو الكون هي علامة الزائد شنو اللي نقصده بالزائد الزائد هي دمج جميع الكلمات مع بعضها وليست مثل الكلو نجي نفسرها بالتفسير يعني مثلا لو كان عندنا الـ الـ مثلا XX أو XX يعني 3X شنو plus مالتها او عندنا هاي العنصر سهل جدا هذا X شنو المجموعة أو شنو الكون مالتها طبعا concaten لكن قلنا نسميها كون شنو الكون اللي خاص بيها هنا الكون هو نفس الستار الفرق الوحيد أنه عنصر الصفر غير موجود إذن هاي الدالة الكون هي عبارة عن نفس دالة الستار الفرق الوحيد أنه عنصر الصفر لا يضاف للناتج لنأخذ مثال آخر الاس هي X X و3 X X يعني و3 X من أريد أطلع الاس زائد هي نفسها منه الاس ستار لكن بدون الصفر أو بدون الكلمة اللي نطلق عليها صفر إذن من أطيك مثال مثلا الاس هي W1 W2 W3 فالاس بلاس والاس ستار يعني النجمة والزائد نفس الحل الفرق الوحيد أي هذا اللي بدون اللاين هنا ما موجود فنجي W1 تنزل W2 تنزل W3 تنزل W1 تندمج ويا W1 W1 تندمج ويا W1 W3 وهكذا W2 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 W1 وهكذا لحين الانتهاء مثل ما قلت لكم من 7 إلى 9 عناصر إلا إذا إحنا طلبنا أكثر طبعا هنا راح تقول لدكتور زين توانطيت نأي وبي هنا W1 W2 في بعض الأحيان مثلا المجموعة التالية الاس تساوي لعنصرين اللي هنا الأي أو مجموعة عناصر والبي بي بي والصفر خلنا نقول عليه مثلا الثري مثلا وقلت لك القالي الاس بلس يعني الزائد اللي هي الكون والاس ستار اللي هي الكلو راح تقول دكتور أنا من أجي أدمج ذا راح أصير صعب عليه راح أقول لك طريقة شون هذه أنه أسمي AA W1 وأسمي BBW2 إذن من سميت وأسمي الصفر W3 صارت مكان مرتبة مرتبة يعني ثلاثة أربعة خمسة ست مراتب صارت بدل الست مراتب عندي عبارة عن ثلاث مراتب W1 W2 W3 فمن أجي أدمج هنا وأطلع على الستار والبلس أطلع على أساس W شلون هس طلعنا على أساس W1 W2 W3 كل الحلول ورا هنعوض بدل W1 أخلي AA بدل W2 أخلي BBB بدل W3 أخلي صفر بعدين أرتب من الصغير يعني من المرتبة الأولى تجي للبداية المرتبة ثلاث مراتب صارت لي أبسط هذا شوك تسوي يا أما العناصر تجيك مجموعة مراتب شوية صعبة علينا بالحل أو التدريس يطلب عندك By Using Samples أو Using Shortcut Method يعني طريقة مختصرة وأنا راح أفهمك عليها خلال الواجبات مرح ننطيك واجب من الواجب اللي راح تحلى راح تفتهم السؤال شو راح يجي أعتقد هذا أيضا مفهوم جدا بسيط أوكي الدالة الأخرى اللي ممكن نأخذها هي الستارين يعني إحنا إذا أخذنا ستار أقدر أخذ ستار مرة أخرى يعني مثلا أنا أخذت ستار الدالة مكونة من A ومكونة من B إيش قلت لي الستار أو هي A صفر بعدين هذا A بعدين B بعدين AA بعدين AB بعدين BB بعدين BA وهكذا أقدر أخذ دبل ستار لهاي المجموعة طبعا تقدر ليش ما تقدر نصيح ل convincing مما أنه ذاك فسمينا كون هذا convince أو convincing كل الاسم حتى لا يكون عندك اختلاط حتى لا تتوهم أخاف أجيب لك هاي الدالة أو دي شي هنا الستارين شنسوي راح نطلع الستار وعلى الدالة الناتج راح أسوي ستار مرة أخرى راح تقول لي هاي شلون دكتور مو صعبة شنو الصعوبة بيها أنه عندي عناصر أكثر AA AA B B A وهكذا زيان خليني نجي نفسرها لو أخذنا الستار مرة اللخ الهاتي اللي هي أصلا هي ستار أو هي clue هي clue العفو وليس تكون حتى لا ندمجها قلنا فأول شي راح ننزل الصفر راح ننزل الA راح ننزل الB راح ندمج الA ويالB راح ندمج الA ويالA راح ندمج الB ويالA الB ويالB إذن جميع العناصر محتمل راح تعاد عندي أو راح تزيد عن الA ستار خلني جنفتهم شنو معناته مثلا خلينا أخذ عندنا ملاحظة وعندنا سؤال آخر هنا أنه أخذنا مثال حتى نحل على المثال الآخر خلينا نجي بس نفتهم هذا السؤال لندمج الA ويالB يعني مثلا عنصرين أو عندي مجموعة خلني وضحها أكبر حتى لا تكون مبهمة للطالب هنا عندي مجموعة مكونة من ومكونة خلينا نفرض من بأي فمن إيجاد كونة كلمات كونة كلمة مثلا الأي دي ما جت هوية نفسها أي أي وعند بأي وصلت المرحلة أربعة دي جت حصلت على هاي الكلمة وعند كلمة أخرى هذه كلمة اللي هي بأي مدمجة مع الأي أي وعند كلمة أخرى اللي هي الأي أي المفروض هذه نفسها أي أي بأي نفس الكلمة اللي موجودة هناك إذا أردت أجمع هذن كلهن اللي هي بالإنجليزي كون كي تنت أريد أجمع هن كلهن فالناتج إيش رح يصير طبعا الجمع هنا مو أرقام الجمع أنه أحط هاي السلسلة بالقرب من هاي السلسلة بالقرب من هذه فالجمع يكون حسب التسلسل أول وحدة A-A-B-A ثم B-A-A-A وهكذا A-A-B-A دمجتهم كلهن زيان هذا هو عبارة عن ناتج جمع من الثلاث عناصر راح تقول لي دكتور شن رابط هذا بال دبل ستار بالنجم راح أقول لك هذني تكون من الستار تذكرون خلينا نرجع للصفحة حتى نفتهم السؤال وين الصفحة التي أخرناها هنا قلنا عندي الدبل ستار راح أسوي ستار أول وحدة للمجموعة وأسوي ستار مرة لخ المن للمجموعة اللي سويت لها ستار زيان هاي المجموعة مو بها عناصر بعد أربع مراتب خمس مراتب أيضا راح يندمج فيما بيناتهم راح تقول لي فريد نوضح فتشغلة حتى نفتهم شن اللي دي يصير لو فرضنا هذني موجودات أصلا بال اس ستار واجيت بال اس ستار واجيت سويت اس ستار مرة اللخ يعني هذني تابعات الاس ستار وسويت اس دبل ستار مرة أخرى دمجتهم بيناتهم ثلاثة عناصر ودمجتهم فلو نجي على هاي العناصر لو نجي نفسر هاي العناصر إذا أدمجها هليا ترى هي نفس العناصر الموجودة بالاس ستار يعني أنا من دمجتها ذني حتى نفتهم شغلا هل الاس ستار هو نفس الاس دبل ستار هذا رح أخلي هومورك ورح أعطيكم الطريقة ما للسؤال أو طريقة السؤال طبعا بالواجب رح أخلي أساينمنت أشوف منه منعدكم مفتهم هذا الموضوع يقدر يطبق حسب مثال أو شي خليجي نشرح أوكي هنا خليجي ننطي أوكي نكمل شرحنا طبعا مثل ما قلت لكم رح أحطيكم مواجب هل هي تساوي أم لا ضمن مثال وليس ضمن إثبات لأنه الإثبات رح يكون عن طريقنا المهم لو فرضنا أنه العناصر اللي موجودة هنا A و B قلنا هنقدر نكونها لو فرضنا طبعا رح غير الفرضية لو افترضنا أنه الدالة تحتوي على A و B وتكونت عندي مجموعة عناصر من دمج A مع B مع A مع B وهكذا فنقدر نفسرها نقول أنه هاي الكلمة أساسها جاي من A A B A طبعا إذا كانت تحتوي على A و B وإذا كانت تحتوي على A و B A أقول جاية من A فاصلة أو قوس طبعا دائما نستخدم القوس وال B A أعتقد واضح جدا أنه هذي إذا الكلمة متكونها منها الحروف هذا أساسها وإذا متكونها من الأ B فهذا أساسها واضح جدا الثانية B 3 A جاية من B A A A وإذا متكون اللغة من هذني فأقدر أقول هي B بعدين B A طبعا بعدين A بعدين A جدا واضح زيان لنفرض أنه عندي مجموعة مكونة من 2 A A 2 و 3 B فالA سيستار طبعا دائما رح تكون الاس سيستار متكونة بما أنه دمج العنصر الأول مع نفسه والعناصر الثانية مع نفسه ومع البقية إذا بيها 6B فهي صحيحة إذا بيها 9B 12B 15 فهي صحيحة من مضاعفات الثلاثة أما إذا جبت لك كلمة بيها B B وأدت أيات زوجية رح تقول لي صح رح تقول لي رأسا غلط تنتبه عليها أحسب الأي مثلا وأحسب البي لو لاحظنا مثلا هذه هاية 2A هذه 2A هذه 2A هذا 2A إذن الأي صحيحة فأعوف الأي أجعل البي هذا 3B هذا 3B هذا 3B بما أنه عدد المضاعفات اللي موجود بين البي وبين الأي صحيح إذن هذا العنصر هو أحد عناصر الكلو خلصنا من عنده نجي إذا أخذنا ستار مرة اللخ وسوينا ورح تتكون هادي ويا مجموعة كلمات رح ترجع نفس الكلمة رح نلقى هاي الكلمة موجودة بالأيس ستار وموجودة بالأيس دابل ستار إذن كأنما نقول هذا الشي مخلوق من الذرة والذرة هي خلقت هذا الشي فنرجع نقول أنه هذا الشي هو قد خلق من الذرة المهم مصطلح مجرد للتوضيح استنتاج واستنباط أنه إذا كانت X تساوي Y مثلا خلينا أفرض أنه X تساوي Y والY دورها تساوي Z إذن X رح تساوي رح تساوي Z لأنه Y يساوي Z فنفس الحال هنا مناخذ الكون convincing اللي هي الاس دابل ستار نجمتين فهي نفس هالاس ستار فراح تقول دكتور رح نحل السؤال إذا جبت لنا الطين الستار وطين الدابل ستار الملاحظة اللي عندك أنه رح تكتب للا AS دابل ستار تساوي الاس ستار لكن تكتب مجموعة من العناصر مكونة من الاس ستار مثل ما قلنا من سبعة إلى تسع عناصر حتى تثبت للتدريس أو كائنا من يكون أنه أنت مفتهم هذا الموضوع لذلك نجل الاستنتاج الأخير المتعلق بهذا الموضوع دائما الاس أو الكونفينسينج اللي هي AS دابل ستار هي محتوى بالاس ستار والاس ستار هو محتوى بالاس دابل ستار فلازم نفتهم أنه أي مجموعة تجيني إذا ردنا نطلع الكلو لها شغلة بسيطة جدا أدمج العنصر مع نفسه ومع كل العناصر الموجودة والاس دابل ستار نفس الحشي ورح ترجع لي وحدة ترجع اللخ إذن وحدة محتوى في اللخ إذن الاس ستار يساوي الاس دابل ستار طبعا اللي هنا نهاية هذا الدرس أتمنى أنه ما طالت عليكم وأتمنى أنه المادة تكون بسيطة جدا عليكم ومثل ما قلت لكم ما راح أخليكم وحدكم دائما راح أحاول أنطيكم أسئلة سواء واجب سواء كوزات سواء هومورك وهذه مجموعة من الأسئلة البسيطة عبارة عن خمس أسئلة راح أشوف الفترة راح أنطيكم الإعلان من المنصة مال للدرس راح أنطيكم الفترة لي وين الحل مالتها أتمنى أنه تحلوها لأنه الحل موصعب راح أنطيكم ملاحظات هسة على كل سؤال حتى لا تقولون السؤال صعب علينا باللغة الإنجليزية وكذلك بالامتحان أيضا راح أحاول أساعدكم بها لأنه راح تكون هي نفس الأسئلة اللي راح يتغير بها المجموعة أو تتغير بها بعض المطالب تخلو لي أنتو هذا الفرعان راح أخليها أردع عرف من اللي يبرز بيكم من اللي يعرف من اللي يقرأ المادة زيان مو بس مجرد قرأ لي قاعدة والله دكتور أنا هاي الكلو أدمج الحروف والله أنا أسوي هجي لا أروح أطلع أمثلة بعض من الانترنت أطلع أرقام تختلف أنا مو إلا أنطيك أي وبي يعني مثلا أقدر أنطيك واحد واثني رقم واحد رقم اثنين يعتبر حروف داخل اللغة أقدر أنطيك رموز علامة الآت مثلا وعلامة القسمة مثلا يعني أقدر أنطيك رموز أخرى مو تجي بس تشلب بهذا الرموز العي والبي يعني لازم أتعلم أنا مو بس على التدريس المهم هنا نعطيني مجموعة أيوبي جدا بسيطة يريد من عندي الاس ستار لا الاس ستار عندك سهلة يعني محتمل أريدها منك وريد مطلب آخر هنا أنا ما رأيدي الاس ستار أريد من عندك كم كلمة من هذه اللغة تقدر تكونها عن طريق الاس ستار بحيث يكون طول اللغة حرفين يعني two digit مثلا رح تقولي رح أحللكم واحد حتى نوضح البقية بدون حل مثلا الاي مع الاي الاي مع البي البي مع البي البي مع الاي كم كلمة صارت صارنا أربعة زين السؤال اللغة زين اللي طول هن ثلاثة رح تسويهن وتجيب لي ياهن زين اللي طول هين رح تقول زين دكتور أنا هنالش مدريني هنالش قد رح أقول لك أنت من ردب عندك طول اثنين كم عنصر طلع طلع لي مثلا أربع عناصر اللي طول هن ثلاثة كم عنصر مثلا طلع كذا عناصر أكو ارتباط جرب الأربع عناصر اللي طول هن أربع أكو فالارتباط رح يصير بينات هن تقدر تمثل ليا برامز اسمعين يعني إذا طول هن اثنين يطلع لي أربع رأس هل يا ترى ثين وست ثنين تربيع مثلا ثين وست ثلاثة رح يطلع لي جد ثمانية هل يا ترى رح يطلع بها الطريقة يتأكد من الحل فهذا واحد من السلح سؤال الثاني عندي مجموعة بيها عنصرين أي أي وبي أيضا أريد من عندك كم كلمة طول العناصر مالتها أربعة طول العناصر مالتها خمسة طول العناصر ستة وشنو اللي نقدر نقوله بصورة عامة شنو طبعا هاي الصيغة أنه رح تكتب لي مثلا رح أطيك مثال جميع العناصر اللي تحتوي على دبل أي هي دائما موجودة بالحل جميع العناصر اللي تحتوي على أعداد فردية وزوجية من البي هي دائما موجودة بالحل إذن أريد تفسرلي بلغة شون اللي فسرنا قبل شوية قلنا إذا عندي 2A صحيحة إذا عندي ثلاثة أي غلط لأن 2A موجودة ضمن العناصر يعني ممعقولي أجي أكتب A A A B العيمج بتهاللغ هاني دائما عندي زوجي لأي ليس سوتهم فردي فالدي من عندك تفسير أو كتابة بالإنجليزي سهلة جدا إذا ما قدرت تكتبها بالإنجليزي أرجع للأمثلة السابقة بس شوف طريقة الكتابة راح تفتهمها جدا أو تبين لياها بالرموز ماكو أي مشكلة نجي السؤال الثالث أيضا عندي عنصرين A والB والB أريد تكتب لي جميع الكلمات الموجودة بالكلو طبعا الأسئلة فقط على كلو راح أنطيكم أيضا كوزات وأطيكم أسئلة على بقية الدوال حتى يكون عندنا مثل ما يقول بنك معلومات خاص بأسئلة الاحتسابية اللي خاص بهذا الفصل لأن الفصول فصل بعد فصل طبعا كل الفصول حلوة وسهلة وجميلة راح تشوفون المادة جدا بسيطة كل ما نتقدم ورح تفهم المادة أكثر لكن ما دام فاهم فصل راح نكون لك منك من المعلومات والأسئلة حتى تقدر تحل الأسئلة اللي يجي منها التدريس بالامتحان هنا أنا أريد من عندك الاس ستار اللي تحتوي على سبع وأقل من الكلمات يعني من السبعة فما أقل راح تقول لي دكتور هذا السؤال جدا كلماته هواية راح أقول لك لا انتبه علي للسؤال العناصر زوجية ما راح تكون الكلماته هواية بسيط جدا لا رأسا ترتبك لا تشوف فريد من عندك سبع حروف فما أقل هذي كلش ضخمة هاي شون راح أحلها لا انتبه على السؤال وحل واللي تقدر له سوي لا تتوقف لأنه هذا السؤال بدرجة لأن تعرف وتحله فلا تعوف أبدا زيان وهنا هذا السؤال اللاخ يقول لك هل من الممكن أي كلمة في هذه اللغة طبعا بالإيسستار تحتوي على ثلاثة أي وثلاثة بي هاي راح أخليها عليك هل تحتوي على ثلاثة أي وثلاثة بي مسموح هاي راح تبقى يمك هل مسموح أما مسموح تقول لي يس أو نو وليش طبعا دائما نريد من عندك تنضين التعليم أما بالنسبة لهذا السؤال فنفرض عنده الإيس هي AABBA هنانا مو الواحد هنانا مجرد القوس ينسد أحصل لها أيضا يقول لي هل هذه الكلمة هي من ضمن هذه المجموعة بعد ما أخذني إيسستار وراها أريد تكتب لجميع الكلمات اللي بيها سبعة ديجت فما أقل مو فما فوق مثل السؤال القبل فما أقل اللاخ ما هي الطريقة الأخرى اللي نقدر نوصف بها الإيسستار أو هذه اللغة شو اللي أقدر عبر عنه طبعا كن حذر هنا أنا كاتب لك لأنه ليس من السهل أنه تقول أوكي استاذ جميع الكلمات اللي ما تحتوي على ثلاثة بي هي صحيحة أو هي تابعة للإيسستار لا راح أقول لك فكر بطريقة أعمى فكر أنه تنطي أكثر من شرط وليس شرط واحد فقط بالبي حسب ما شرحنا لا دائما أنت أنطي أكثر من شرط أنه بيها دبلعي أنه دائما تبدي بالأي زوجي تنتهي بالبي فردي حاول تمثل النهي لذلك دائما أسئلة الاحتسامية شباب زملاء الطلاب ما تشابه حلول ما حلول وهذه من المحاسن خاصة بالامتحانات الإلكترونية ليس شكا في الطلبة وإنما شكا في الحلول لأنه في بعض الأحيان الحل مقابلك موجود بكتاب أو موجود بملزمة راح تخلي نفسه لا هناذا الحلول دائما مختلفة مع الأسئلة السؤال الأخير عندنا اسمه جموعة ثلاث عناصر كل عنصر بيتو وثري ديجيت أريد توضح لي هل هذه الكلمات التالية هي كلها R طبعا مشمولة بالأس ستار زين هل من الممكن أكو كلمة تحتوي can any word in this language be interrupted as a string of element from S in two different way يعني نقدر هذه الكلمة مثلا هاي الكلمة راح تاخد لياها مثال أو تجيب كلمة من عندك هل هي مكونة من عدة صياق يعني المختصر هل هي unique or not unique هذا السؤال جدا مهم تخلوه ببالكم وأيضا can any word in this language have an odd total number of a طبعا الأود يعني فردي والأي يعني الأي اللي موجودة هنا فيقول لي هل من الممكن الكلمات أنه تحتوي على أعداد فردية من الأي إذا صح قل لي وإذا غلط قل لي وليش أنا أشكركم جدا وأتمنى أنه ما طلت عليكم قلت لكم المادة جدا جميلة الموضوع اللي رح نأخذه بالدرس القادم اللي ردي يحضر اللي هو Recursive Definition إن شاء الله رح أوضح لكم أكثر بالدرس وخير ما نختتم به قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام صدق رسول الله وأشكركم جدا واللي عند أي استفسار يكتب لي بالدردشة أو بالتعليقات اللي خاصة بالمنصة وراح أستمر إياكم بالأسئلة دائما تابع الموقع مال الاحتسابية نتابع المناصة للدرس لأن راح نزل لكم مجموعة أسئلة وعلى كل سؤال راح أحاول نزل لكم ملاحظة شون تفتهم السؤال باللغة الإنجليزية وشون تحل وشون تفسر بطريقتك أنا جدا أشكركم مع السلامة وتمنى ألتق بكم بالدرس القادم إن شاء الله